بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بالتأكيد جاية قبل ساعات قليلة خلاص العد التنازلي لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي في نهاية دور أبطال إفريقيا باقي من الزمن 96 ساعة على هذه المباراة وهذه الموقع بالتأكيد كل أنحاء القرى الإفريقية والجماهير القرى المصرية في مصر وفي الوطن العربي بينتظروا هذا الحدث الكبير مباراة كبيرة لكل ينتظرها وإن شاء الله بإذن الله عنوان المرحلة الجاية تفاعلوا بالخير تجدوا حالة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا لكن بالتأكيد نبدأ بأهم شيء وطبعا الرسالة المهمة اللي تتوجه في هذه اللحظات من جماهير النادي الأهلي شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وجه رسالتك للاعب الأهلي قبل مباراة نهائي دور أبطال إفريقيا شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هنعرض كل مشاركاتكم والرسالة الإيجابية اللي بالتأكيد هتصل لكل لاعب ولكل عضو في الجهاز الفني قبل هذه المباراة الكبيرة لكن ندخل في عنوين الحلقة وسلاسة ترندات مهمة بالنسبة للمرحلة الجاية في حلقة النهار في ترند الأهلي سلبية المسحة الطبية للعب الأهلي في المعسكر وكمان في ترند الأهلي إقامة النهاء الإفريقي بدون جماهير وفي الترند العالمي عودة الجماهير للدور الإنجليزي موعدكم بالتأكيد النهاردة مع جولة جديدة من مباراة تدوري أبطال أوروبا النهاردة فيه 8 مباراة مباراةين الساعة 8 و6 مباراة الساعة 10 الساعة 8 فيه مباراةين أول مباراة رين وتشيلس الساعة 8 إلى 5 كراس نودار أيلعب مع إشبلايا الأسباني أيضا في نفس التوقيت ولكن فيه 6 مباراة الساعة 10 يوفينتوس مع فرينك فروزي وديرمو كييف مع برشلونا بروسيا دورتوموند مع كلوب روج لاتسيو الإيطالي مع زينة سان بيترسبيرج الروسي باريس سان جرمان هيلعب مع اللايبزيج وفي الختام منشستر يونيتد الإنجليزي مع باشك شهير التركي بالتأكيد ده مباراة مهمة لكن في نفس الوقت طبعا مباراة الغد لسه فيه جولة أخرى من دوري أبطال أوروبا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل كلام مهم جدا في فقرة تريند تريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند فقرة تريند تريند هنتكلم على تفاصيل مهمة جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية طبعا الشغل الشاغل لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان في مصر وفي الوطن العرب وفي القرة الإفريقية حتى الجماهير الإفريقية اللي بتتمنى التوفيق رب للنادي الأهلي في ظل التمام إن اللي بيقود فريق النادي الأهلي مدرب إفريقي بيت سمو سماني وده عامل حالة إيجابية لدى الأوساط الإفريقية سواء الأوساط الشعبية أو حتى الأوساط الإعلامية لكن الرسائل الإعلامية اللي البعض حاول يصدرها خلال الساعات الأخيرة كان الهدف منها إن يعمل حالة بلبلة عبر السوشيال ميديا عشان الجمهور يروح للأخبار السلبية ويبدأ يتناولها ويتكلم عليها وبالتالي ممكن تتصدر للعيبة والجهاز الفني الجمهور فهم كويس قوي خلاص المراحل دي وعارف كويس جدا السوشيال ميديا ممكن للبعض يصدر لها خبر أو يصدر لها معلومة لكن كل الكلام ده اتحفظ وتعرف ومحدش بيشغل باله بيه ومحدش بيهتم بيه والفترة الأخيرة السوشيال ميديا البعض بيحاول من خلال أكونتات أو الحديث عن بعض الأمور يصدر كلام عن بعض المساحات الطبية سواء صحة أو غلط كل الكلام ده المفروض لا يعنينا ورسالة الجمهور النادي الأهلي انتظر لموعد المباراة لا تنصاك وراء أي خبر على فكرة بالمناسبة احنا بالنسبة لنا هنا ممكن يكون عندنا أخبار كتيرة جدا ممكن نقولها بس في نفس الوقت من الخبرات الطويلة اللي خدناها من خلال متابعتنا للنهايات الإفريقية لأن الحمد لله منذ انطلاق قناة الألف 2008 بنتكلم على مدارة 12 سنة الأهلي لعب ما يقرب من حوالي من 4 إلى 5 إلى 6 نهايات ما بين دوري أبطال في 2008 و2012 و13 وكمان 2014 كنفدرالية و17 و18 لا يعني الحمد لله عندنا مشوار طويل جدا مع القرعة الحمراء في النهايات الإفريقية بالنسبة لفريق كرة القدم فعارفين الرسالة الإعلامية ازاي نتعامل معها الفترة الجاية وازاي نوجه جمهورنا للأمور الإيجابية الفترة الجاية لأن البعض بيحاول يصدر رسالة سلبية عبر السوشيال ميديا بنسبة 100% غير صحيحة فبالتالي ممكن نقول أخبار كتير وعندنا أخبار مهمة لكن في نفس الوقت مصلحة الفريق عندنا في المقام الأول الفريق في معسكر مغلق يعني أي معسكر مغلق يعني أي معلومة بتتقلع على السوشيال ميديا بتبقى غير صحيحة أي جريدة أو أي وسيلة إعلامية بتكتهت في معلومة ممكن تكون صحة أو غلط لكن بالنسبة كبيرة بتبقى خاطئة لأن طبعا المصدر الرسمي ما أعلنش عنها وما تكلمش فيها فبالتالي إحنا ما بيننا مصدر رسمي عندنا تفاصيل لكن مش هنتكلم فيها لأن عندنا مطش وعندنا أمور أهم من الانفراض بالخبر أو الكلام في معلومة لأن عندنا المقام الأول لأن الفريق ينجح في المهمة اللي هو داخل عليها ومبارات نهاية إفريقيا إن شاء الله يوم الجمعة القادم الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي ده جزء متعلق برسالة إعلامية ورسالة اللي عايزة أوصلها للجمهوري الفترة الجاية إحنا بدينا عندنا انفراضات وعندنا معلومات سواء متعلقة بالمباراة أو بتجهيز الفريق للمباراة أو بعض الأمور اللوجستية وإدارية في التحضير لهذه المباراة لكن في نفس الوقت المقام الأول بالنسبة لنا والهدف الأساسي إن الفريق يصل بنتيجة إيجابية والفوز بكاس البطولة أهم من أي معلومة وأي انفراضة وأي خبر وأعتقد الجمهور يتطفق معايا في هذا الشأن الجزئية التانية المساحات الطبية اللي أنا تعلمته في المهنة سواء في الصحافة أو في الإعلام لما حد بيصبوا كورونا مفيش حاجة اسمها أنباء في العالم كله مفيش حاجة اسمها أنباء يعني الزميل الصحفي اللي يكتب أنباء اعرف إن الخبر ده ليه هدف سلبي فبالتالي رسالة الجمهوري الآهلي ما تسمعش لأي خبر في أي جريدة أو أي معلومة الفتر اللي جاي لأن في النهاية في مسحة طبية هتجرى من الاتحاد الإفريقي اللي قرأة القدم تحت إشرافه غدا إن شاء الله الأربعاء والنتيجة هتظهر الخميس واللي هيكون في المعسكر هيكون في المطش واللي هيكون برا المعسكر سواء هنا أو هنا مش هيكون موجود في المطش كل اللي بيتردد خلال التلات أربعة تيامي اللي فاتت ده صدقوني والله ما ليه أي علاقة بالواقع ما ليهش أي علاقة بالواقع وحتى لو فيه حد عنده إيجابية في المسحة ممكن يوم مسحة الأربع تطلع نيجاتيف وتبقى سلبي ويكون موجود في المطش فبالتالي حالة البلبلة لع السوشيال ميديا ده الهدف منه أنه هو يصدر رسالة سلبية ويعمل رسالة يقلي بيها جمهور الأهلي عشان الجمهور يكتب كتير على السوشيال ميديا فتتصدر اللعيبة والجهاز الفن الفريق بالكامل في معسكر مغلق وبيتس موسيماني مدير فني زاكي جدا مش فنيا فقط لا بيعرف اعتعامل نفسيا مع المرحلة الحالية وسبق لي النخاض قبل كده نهاية دورة أبطال إفريقيا والنجمة الوحيدة اللي فاس بيها كانت على حساب الزمالك عام 2016 في استاد برج العرف في مباراة القيام فبالتالي خلي عندكم ثقة كبيرة جدا في اللعيبة وفي الجهاز الفني وفي المرحلة اللي احنا دخلين عليها النادي الآلي في هذه البطولة على مدار الموسم بالكامل منذ انطلاقة حتى هذه المرحلة أعلى نسبة تهديف أعلى حفاظا على الشباك ما دخلش مرمى شباك كثيرة في المقارنات الفنية الآلة عنده امكانيات فنية العدد من اللعيبة تفوق لعبي نادي الزمالك آه صحيح في النهاية هي مباراة كرة قدم 11 لعب وصد 11 لعب لكن في النهاية انت عندك مقدمات تخليك واثق في فرقتك بشكل كويس جدا ما تسمعش الكلام اللي بيتقال لان ممكن يكون في وسائل اعلام أو منافس عايزه وصل لك رسالة معاينة هو بيبقى شاطر فيها لكن ممكن ما يكونش شاطر في الملعب لكن شاطر في دي فانت ما تروحش معه في نفس السكة خليك في نفس السكة الإيجابية اللي ماشي بها الفريق الفترة اللي جاية المعسكر المغلق اللي بدأ من يوم الحد الماضي الحمد لله ماشي بشكل جواز جدا والجهاز الفني عارف بيخاطة ازاي فنيا وبدنيا وزهنيا للتحضير لهذه المباراة وعارف ازاي يلعب مباراة الزمالك الحاجة التانية كمان المسحة الطبيلة هياخدها الفريق ان شاء الله يوم الأربع نفس الامر هيكون على نادي الزمالك ومع النادي الاهلي وهتكون بإشراف الاتحاد الافريقي لقرة القدم من خلال الاتحاد المصري لقرة القدم وفي النهاية النتيجة بتاعتها بتبقى يوم الخميس والمباراة ان شاء الله يوم الجمعة المباراة في موعدها مفيش اي كلام بيتكلم على فكر التأجيل او الكلام اللي كان بيتقالي الفترة الاخيرة والبعض يقول لك قص لو في لعيب مصاب هنا ممكن المطش يتأجل كل الكلام ده صدقوني والله يفراج اعلامي للأسف انا بقول لكم للأسف للأسف المادة الاعلامية اللي تتقدم لجماهير القرى المصرية خلال الفترة الاخيرة هي اللي بتسبب حالة الشحن الموجودة عبر السوشيال ميديا تصريح لواحد ممكن عايز يبقى ترند فيقول لك قص لو في حارس مار ما جات له اصابة فممكن هنا المباراة تتأجل كل كلام باللغة الدرجة او بالبلد اذا بيتقالي على السوشيال ميديا هاري لكن لا لا علاقة بمساق الشرف الاعلامي ولا لا علاقة بالحقيقة الموجودة في كلا المعسكرين سوالي الاهلي او الزمانك ولا لا علاقة حتى بالامور القانونية او الامور اللائحية في استعداد اي فريل هذه المباراة ده شق تاني الشق التالت النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله هدفه في هذه المباراة الفوز بالبطولة و وفي حال التعادل الفريقين في اكسترا تايم في وقت اضافي على شوتين كل شوت 15 ديئة ثم رقلات الترجيح من نقطة الجزاء فبالتالي المباراة طويلة المباراة فيها تفاصيل كتيرة المباراة فيها كلام كتير ممكن البعض يقول مباراة واحدة فتختلف عن الزهاب والاياب لكن عندك 120 ديئة النادي الاهلي ان شاء الله قادر من الديال الاولى ينزل يعمل مباراة كبيرة يعمل في نتيجة كويسة بإذن الله ان شاء الله وده اللي تم حتى في المباراة الاخيرة شوفوا مباراة الوداد مباراة الزهاب شوفوا مباراة الوداد في مباراة العودة ازاي بيقدر الجهاز الفني بيفرض اسلوبه وطريقة لعبه وخطته من اول ديئة في المباراة اي 11 لاعب هيكونوا موجودين في المباراة احنا في ظهره اي 11 لاعب هيكونوا موجودين في المباراة احنا في ظهرهم وعن نكون معاهم بإذن الله ودايما النادي الأهل المقولة الأساسية الأهلي بمن حضر عندنا عناصر أساسية وعندنا عناصر إن شاء الله هتكون زخيرة حية للجهاز الفني يستفيد بيها على مدار المباراة ونعمل مباراة جيدة طبعا الجهاز الفني في معسق المغلق من يوم الحد اللي فات المسحة الطبية الرسمية هتتم من الاتحاد الإفريقي غدا وكل الإجراءات المتعلقة بتنظيم المباراة إن شاء الله مشى بشكل جيد حضور الجمهور من عدم حضور الجمهور دي أمور إدارية سيبنها للسلطات مع الاتحاد الإفريقي بيتم التنصيق عليها خلال الفترة اللي جاية وفي جماعة الأحوال الأهل إن شاء الله هيكون جاهز بأي 11 في مباراة يوم الجمعة القادمة بطم منكوا اطمئنوا تفقلوا بالخير يتجدوا النادي الأهل إن شاء الله هيقدر يعمل مباراة كبيرة ويسعد جماهير النادي الأهلي لكن كله بإذن الله وبتوفيق الله وبدعوات الجماهير اللي هتكون في ظهر النادي الأهلي أكتر من 60-70 مليون في ظهر النادي الأهلي في هذه المباراة واللي لكل القرى الإفريقية بتنتظر النجمة التانية لبيتسو مسماني مع النادي الأهلي وانتصار جديد إن شاء الله ونجمة جديدة تضاف في رصيد بطولات النادي الأهلي أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا كلام عبر السوشيال ميديا واللي كتب عن النادي الأهلي في ترند الأهلي أهلا بحضركم من جديد وفقر الترند الأهلي ونستعرض مع بعض اللي كتب عبر السوشيال ميديا عن النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة طيب نبدأ مع بعض أول حاجة من الصفحة الرسمية ليلا كورة على الفيسبوك كتبوا إن غيابات الأهلي تفقد مسماني تغييراته المفضلة في نهاي القرن طبعا كل الوسائل الإعلام والويب سايت والمواقع الرياضية بتتكلم على فكرة الغيابات اللي ظهرت من خلال المساحات الطبية اللي أجريت خلال الفتر الأخيرة طبعا مش مساحات رسمية لسه المساحة الرسمية يوم الأربع والعلى ساتر تقول ممكن مين يكون موجود وممكن مين يكون غايب لكن يلا كورة عمل التحليل الفني على الغيابات مثلا في حال غياب كهرباء وصالح جمعة وليد سليمان ممكن الخيارات الفنية لبيتس موسيماني إزاي هيقدر يشتغل عليها مع التشكيل الأساسية في مباراة القمة أمام نادي الزمالي طبعا اتكلموا على فكرة التغييرات المفضلة يعني معنا أضاق إن مثلا عندك تغيير أساسي بمحمود كهرباء لو موجود هيبقى بديل مثلا حسين الشحات أو مثلا بديل جونير أجيه على مدار المباراة لكن لو مش موجود فالتحليل الفني هنا يلا كورة بيتكلم على مسألة الغيابات ممكن تأثيرها من عدمها يبقى إزاي لكن بأي حال من الأحوال مش هنقدر نبني كل هذه الرؤية الفنية إلا بعد مسحة يوم الأربع الرسمية من الاتحاد الإفريقي طيب كمان معنا من الصفحة الرسمية لسوبر كورة على الفيسبوك قالوا إن للأهل بيطمئن على السلاسي المصاب بكورونا قبل نهاء القرن الإفريقي طبعا تابع مسؤولي النادي الأهل على مدار الساعات الماضية حالة السلاسي محمود عبد بنائم قهربة ووليد سليمان وصالح جمعة من خلال طبعا متابعة خاصة للدكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الأهلي لكن بشكل عام زي ما قلت لكم كل هذه المساحات أنت بتعمل إجراءات احترازية استعدادا للمسحة الرسمية يوم الأربع عشان برضو الجهاز الفني يبقى عارف هو بيشتغل مين ممكن يكون موجود أو لقدر الله ممكن ما يكونش موجود معاه في مباراة يوم الخميس طيب كمان معنا من صفحة الأهرام الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتبوا أن قهربة يجري مسحة جديدة بعد إيجابية عينة الأمس طيب خلينا نتفق مع بعض كده طالما ما فيش تصريح رسمي خلال الساعات الأخيرة على المساحات اللي تمت بالنسبة للعيبة اللي كانت أصيبت في الفترة الأخيرة هننتظر لغاية مسحة يوم الأربع لأنها في النهاية هتكون المسحة الفاصلة لكل اللعابين آه بالأمس الحمد لله اللعابة اللي في المعاسقرة عملوا المسحة الطبية والنتائج كلها الحمد لله سلبية لكن في النهاية مسحة الاتحاد الأفريقية زي ما أعطيكم في أكتر من المناسبة هتكون فاصلة في هذا الأمر طيب الوطن سبورتي بيتكلم على رسميا عدد تحديد الجماهير في نهاية دورة أبطال إفريقيا طيب هنا في كلام كتير بيتقال البعض بيقولك أن لا خلاص المباراة بدون جمهور وبعد المواقع كتبت أن اتحاد الكرة تلقى موافقة بحضور ألفين مشجع أيا كان صحة هذا الخبر من عدم وخلال الفترة اللي جاية في النهاية السلطات المصرية هي اللي شايفة الأصلح والأفضل لهذه المباراة واللي هيتم خلال الفترة اللي جاية مباراة الأهل والزمالك هي مش مباراة كرة قدم فقط لا أنت بتلعب في ظروف صحية معينة لازم تقدم فيها خطة وإجراءات طبية واحترازية للاتحاد الأفريقي وبالمناسبة أنا أكدت على هذه الجزئية الأسبوع الماضي قلت الاتحاد الأفريقي ما عندهش أي مانع لأن بعد ما وقت طلعت وقالت أن الاتحاد الأفريقي بعت وقال أنا موافع على حضور خمس تلاف وعشر تلاف هو الكاف ما عندهش مانع وهو لإبداء الأمور الرسمية قال أنا ما عندهش مانع وقالي الأعداد إذا كانت ممكن تحضر لكن في النهاية في قرار رسمي هنا من مصر حسب الظروف المحيطة بهذه المباراة وفي النهاية أي أن كان القرار إن شاء الله الكل يستعد لهذه المباراة الكبيرة إن شاء الله يوم الجمعة القادمة طيب كمان معنا من صفحة في الجول على الفيسبوك نشروا فيديو هتفات لجماهير الأهل في المدرجات وفي مباراة الأهل وساندونز هي مشاهد كنا نتمنى أن نراها في الدربي نتابع موسيقى 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 طبعاً صوت الجماهير وجماهير النادي الأهلي تحديداً في المدرجات حاجة صعب جدا أنك تلعب بدون هذه الهتافات هتافات تلت شمال وجماهير النادي الأهلي زي مننا المخرج أتمنى أعيد أهلها تاني الجمهور بحتاج يسمع هذه الهتافات قبل المباراة إن شاء الله يمجمع جمهوره دا حماة جمهور النادي الأهلي كاللي السبق وكاللي الريادة في عدد من نهايات الإفريقية في السنوات الأخيرة مباراة سيو سبور نهاية الكنفيدرالية أورلانتو بايرتس 2013 مباراة كثيرة جدا الجمهور كاللي دور كبير والاتحاد الإفريقي في 2008 منح جمهور النادي الأهلي أفضل جمهور في إفريقيا ما ننساش اللي حصل في أول ربع ساعة مباراة القطن الكاميروني وزي الجمهور دا بحماسه قدر يفرد أسلوبه على الفريق المنافس وقدر الأهلي يعمل مباراة كبيرة ويحسم النهائي من أول ربع ساعة ويحرز هدفين أمام القطن الكاميروني نكمل مع بعض ونشوف السبورت 360 مصرية طبعا صور الاستاد القاهرة الدولي وصور من استعدادات الاستاد لجهزيته لمباراة نهاية إفريقيا طبعا قدامنا شعار دوري أبطال إفريقيا شعار النادي الأهلي شعار نادي الزمالك لكن إن شاء الله كل الأمور تسير على ما يرام واستاد القاهرة هيكون جاهز بنسبة 100% لهذه المباراة صفحة فلاش كورا طبعا باب نتكلم عن الأمور الإسكاونتينج والإحصائيات الرقمية ولغة الأرقام لا تجذب ولا تتجمل فلاش كورا عملوا مقارنة من طريق حامد وأليو ديانج لعب خط وسط النادي الأهلي خلال دوري أبطال إفريقيا قبل 3 أيام من موعد النهائي طيب هنأمل المقارنة إزاي طريق حامد لعب 900 دقيقة في المطال الإفريقية أЛيو ديانج لعب 108 10 مباراة لطريق حامد 12 مباراة لأليو ديانج السيجيل للأهداف آليو ديانج أحرز هدف طريق حامد لم يحرز صناعة الأهداف آليو ديانج صنع هدف طريق حامد لم يصنع صناعة الفرص 3 لأليو ديانج 2 لطريق حامد استخلاص القرى وهنا بتتميز بقى الفكرة إزاي تستخلص القرى بدون أخطاء في وسط الملعب 102 استخلاص للقرى لأليو ديانج عن 74 لطارق حامد الأخطاء 22 لأليو ديانج 14 لطارق حامد المراوغات ونبتكلم معنا عن الناحية الفنية مع الناحية الدفاعية 24 لأليو ديانج و1 فقط لطارق حامد تزديدات على المرمى 3 تزديدات لأليو ديانج على طارق حامد لغة الأرقام بتبين مستوى الفرق الفني ما بين اللاعبين لكن في النهاية برضو هنشوف في أرضية الملعب يوم الجمعة القادم طب الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي للكاف على تويتر نشروا أرقام ببين عمر السلية وطارق حامد دي مقارنة أخرى ببين كلا اللاعبين في الطريق إلى النهاية السلية لعب 10 مباريات طارق حامد لعب 8 تمريرات السلية 10 6 لطارق حامد دقة التمريرات 82% للسلية 86% لطارق حامد استخلاص القرع السلية بتفوق بـ 14 طارق حامد 9 قطع القراط الاتنين تساو فيها بـ 13 لكلاء اللاعبين إذن أمامك عمر السلية وأليو ديانج عندهم يعني أسبقية في لغة الأرقام أمام طارق حامد أبرز لعبي خط وسط نادي الزماني طيب صفحة أيضا الحساب الرسمي على الاتحاد الإفريقي على تويتر عملوا مقارنة أيضا ما بين فرجاني ساسي وأليو ديانج هما لعبان استثنائيان معارقة خط الوسط ستكون على أشدها في النهاية المنتظر طبعا أليو ديانج لعب 10 مباريات ساسي لعب 8 التمريرات 9 لديانج 10 لساسي دقة التمريرات في تقارب 86% لديانج 85% لساسي استخلاص القرة 13 لأليو ديانج 14 لساسي قطع القرات 20 كرة تم قطعهم من ديانج و8 لساسي طبعا أرقام مميزة وبتبقى لنا أنه هتبقى فيه شغل كبير في منطقة وسط الملعب ما بين طارق حامد وفرجاني ساسي أمام عمر السلية وأليو ديانج طيب جورج لويس سفير نيوزيلندا في القاهرة كتب على حسابه الرسمي على تويتر يعشق المصريون كرة القدم بعد أيام ولأول مرة سيشهد نهاي دور أبطال إفريقيا مباراة بين الأهل والزمالك أنا شخصيا أشجع الأهلي في تحقيقه اللقب التاسع بينما يأمل روس نائب الرئيس أن يحقق الزمالك لقبه السادس في النهاية سيكون هذا هو اللقب الخامس عشر لنادي مصري رسالة طيبة جدا من سفير نيوزيلندا في جمهورية مصر العربية وطبعا السفير والنائب كل واحد بيه التشيرت أو ايه التشيرت اللي بينتمي ليه أو اللي بيشجعه السفير بيشجع النادي الأهلي والنائب بيشجع نادي الزمالك طبعا كانت استعراض مهم جدا اللي تم بخلال الساعات الأخيرة عبر السوشيال ميديا لكن في النهاية إن شاء الله خلال الساعات اللي جاي هيكون فيه أخبار وفيه تفاصيل أكتر عن المباراة أخرج لفاصل وبعد الفاصل عندنا كلام لسه أيضا كمان عن النادي الأهلي والاستعداد بالنسبة للمرحلة الجاي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة مهمة جدا لكن متعلقة بقى بالشأن الداخلي داخل نادي الأهلي والأمر المتعلق بالجمعية العمومية العادية اللي بتعقد في هذه اللحظات داخل المقر الرئيسي لنادي الأهلي مقر النادي بالجزيرة طبعا الجمعية العمومية للنادي الأهلي بيبقى حدث سعيد وحدث فريد لأنه بيبقى فرصة طيبة للجمعية العمومية بتجتمع وبتناقش مجلس الإدارة عن سنة كاملة ما بين شغل فني وإداري ومالي وسنة مالية انتهت في 36 الماضي بيبقى عرص دموقراطي داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة بصراحة وأنا على المستوى الشخص يمكن عصرت جمعيات عمومية كثيرة جدا وعديدة خلال السنوات الأخيرة وبتبقى من أسعد اللحظات لما بتحضر هذه الجمعيات وبتغطيها كمان سواء لعضو النادي الأهلي أو حتى لجماهير النادي الأهلي طبعا ما فيش اختلاف ما بين عضو النادي أو جمهور النادي الأهلي الاتنين في النهاية سواسية والكل بالتأكيد بيشتغل عشان يكون تحت لواء وكيان النادي الأهلي طبعا مجلس الإدارة هيعرض على الجماعية العمومية كان فيه جلسة بالأمس لم يكتمل فيها النصاب لكن النهاردة الجلسة التانية تبقى للائحة الخاصة والرسمية للنادي الأهلي للرياضة البدنية وطبعا هيتم عرض كل أعمال مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي انتهت في تلاتين ستة ما بين اعتماد تأرير مجلس الإدارة رواتب ومكافئات المدير التنفيذ والمدير المالي اللي مقترحات المقدمة كمان من أعضاء النادي الأهلي في تفاصيل كتيرة طب نروح بسرعة لمقر النادي الأهلي بالجزيرة ونشوف في تقرير يعني شافي ووافي بكل التفاصيل اللي تمت في الجماعية العمومية سواء في الأمس أو حتى منذ الصباح الباكر اليوم تابعونا طبعا بوجه شكر مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية حمد بي مرجان كل شيء كان تمام بصراحة من أول اليوم الإجراءات الاحترازية يعني كله على أكمل وجه في تباعد يعني ما فيش أي مشاكل حصلت في اليوم الأولين الإقبال كان ضعيف شوية إنما ربنا يسر بقى اليوم الثاني يعني بإذن الله وفقا يعني خبراتنا في الإشراف على الجماعات الأممية في الأندية اليوم الثاني ده هيبقى فيه إقبال طبعا بالذات كل من أعرب على النهاية هيبقى فيه إقبال وأعتقد النصاب ممكن يكتمل كاجتماع كاجتماع جماعة أممية لكن التصويت على القرارات ربنا يسر نشوف بإذن الله طبعا مجلس إدارة يعني رئيس ده كابتا محمود الخطيب وإعداء مجلس إدارة يشكره جدا على المجودات الرائعة اللي بتتعامل حقيقي والناس كلها يعني مش أنا بس اللي بتتكلم عشان ما حدش يقول ده فاتح موروك اللي بتتكلم لا الناس كلها بتتكلم فيه لمسات جميلة فيه حاجات حلو قوي يعني هتعالى بوص على البوابة اللي بتعمل الجديدة جدا في مدينة نصر حاجة رائعة جدا فيه الحاجات اللي بتتطور فيه جميع فروع النادي سواء في زايد أو آل جزيرة أو أهل مدينة نصر كلها حاجات الحمد لله من موسى الأعضاء والأعضاء نفسها مبسوطة من هذه اللمسات ومبسوطة أيضا أن النادي الآلي دائما ومجلس إدارة النادي الآلي دائما في خدمة أعضاء النادي الآلي لأن يهموا في المقام الأول الأعضاء يكونوا مبسوطين من مجلس إدارة والله هو يمكن النهاردة اليوم الثاني اكتمال النصاب حيبقى خمس تلاف أو يعني أيهما أقل وأخبال حضرتك حنقفل إن شاء الله الساعة سبعة بعد الساعة سبعة أي أن كان العدد المتواجد المفروض أن خمسين في المئة حيبقى حاضر في مناقشة جدوى للأعمال وإن شاء الله تتم على خير إن شاء الله الحقيقة أنا شايف دور ممتاز جدا بالذات من كابتن محمود الخطيب والمجموعة بتاعته صحيح الظروف كانت صعبة قوي قوي والمواخف كانت صعبة جدا فكأنما كانت الوقفة صارمة ووقفة كويسة ووقفة جميلة قدروا يخططوا ونظموا كل حاجة وقدروا يحصلوا على حكايا كتيرة قوي وقتلات كتيرة قوي العملية بصراحة السنة دي متنظمة جدا والإجراءات الاحترازية كلهم مخالين بالهم منهم قوي على أساس كورونا موجودة بس هم بصراحة النادي الأهلي واخدوا احترازات عالية جدا من حيث الكمامة والتعقيم في كل مكان والحمد لله ما فيش يعني تحيز لحد بالعكس كلهم بصراحة شايفين شغلهم أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الترند العالمي الترند العالمي بقى كلام مهم عن دوري أبطال أوروبا وعندنا كمان في أحداث وقرارات مهمة بالنسبة لحضور الجماهير خلال الفترة اللي جايه طيب نبدأ مع بعض من حساب دوري أبطال أوروبا ليوفاة شامبونس ليج بتتكلم طبعا ده على تويتر بيقولون النهاردة هيقام 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا وكلنا في بداية الحلقة استعرضنا طبعا المواجهات والمباريات التمانية اللي هتتلاعب النهاردة في المسابقة الأعظم والأكبر دوري أبطال أوروبا كمان معايا من جريد التايم على تويتر نشر تفاصيل قرار رئيس الوزراء الإنجليزي بعودة الجماهير بداية من الأسبوع المقبل والسماح بحضور أربعة آلاف متفارق في إنجلترا قرار جيد جدا هيفرد كتير مع الدور الإنجليزي خاصة في ظل غياب الجماهير الفترة إلى خير حساب ليفربول على تويتر كتب للنادي يرحب بإعلان الحكومة بعودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات وانا قلت القرار ده لسه من اللحظاته هو بقول القرار ده مهم جدا لإنجليزية الدور الإنجليزي والبريمير ليج بالنسبة للمرحلة اللي جاي كمان معايا من حساب بي بي سي سبورت على تويتر بيقولوا إن ويلفرد زهى لعب كريستال بلس أصيب بفيروس كورونا ألف مليون سلام عليه ممكن الموضوع ده خلاص أصبح يعني بقى شيء طبيعي جدا مع كل لعبي العالم لكن المهم إن الحمد لله الكل بيتعافى من هذا الأمر طيب نروح بقى لي بزء مهم جدا متعلق بالرسالة الإيجابية اللي ممكن توجهها الجماهير للعبي النادي الأهلي قبل مباراة نهائي دورة أبطال إفرقيا نبدأ مع بعض بمصطفى مؤمن محمد بوجه الرسالة ويقول كونوا على قدر المسئولية كلنا معاكم نحلم بالتسعى يا أبطال حسام حسن بيقول أفرقيا يا أبطال إحنا استحملنا كثير والله إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا يوم الجمعة بإذن الله مازل إسماعيل علي بيقولوا كونوا على قدر المسئولية زي ما دايما بدوا تكونوا في الموعد رجالة سر الفوز اللعب الجماعي كمان رسائل أخرى الماستر محمد خلف بيقول التسعى يا أهلي بالتوفيق إن شاء الله محمد سيد بيقول نصق في قدراتكم وإن شاء الله وتكسبوا دور أبطال إفرقيا يا رجالة كونوا على عهدكم أفرقيا يا أهلي محمود حاربي بيقول التسعى إن شاء الله كمان مشاركات أخرى محمد داشعراو بيقول منتظرين منكم التسعى يوم 27 محمد فامي بيقول أن تكونوا رجال فقط ولا تنسوا الوعد زياد أحمد ومصطفى التسعى يا رجالة الوعد يا رجالة وآخر حاجة أفرقيا يا أهلي الرسالة الإيجابية شيء رائع ومميز جدا وبصراحة بأمانة خلال الساعات الأخيرة في السوشيال ميديا بنلاقي حتى تغريدات وفي مشاركات لتويتر وبتعد ممكن مليون تغريدة ومشاركة جمهور النادي الأهلي جمهور كبير وقوي ورساله إيجابية لكل اللاعبين إن شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في مباراة الجمعة لكن غدا عندنا حلقة أخرى من برنامج التريند وتفاصيل والساعات الأخيرة قبل مباراة الزمالك شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وننتقى على خير غدا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء